نفت سفارة الجمهورية العربية السورية لدى الكويت جملة وتفصيلا ما جاء في صحيفة محلية كويتية حول لائحة تمويل الارهاب وادراج اسماء بعض الشخصيات الكويتية عليها وقالت السفارة في بيان لها انها ترى في تلك المزاع محاولة من بعض الجهات المغرضة والمشبوهة التي يسوءها تطوير العلاقات بين البلدين تجسيدا لروابط الاخوة والانتماء الواحد